البعض يتساءل وهذا سؤال رائج وشائع يعني من قام بتشييد 500 كم من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إلي المدنيون خلال القصر أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأن 75% منه لاجئين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من قام بتشييد 500 كم من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إلي المدنيون خلال القصر نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات نحمي مقاتلين من الأنفاق أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأن 75% منه لاجئين واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعاً لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة